ولازم نوقف هنا عند محمد الشناوي قائد منتخب مصر محمد الشناوي واحد وقف في حراسة مرمى منتخب مصر ليه شخصية محمد الشناوي وانت قاعد انت قاعد متطمن اي كرة صعبة تروح لمنتخب مصر عندك حرس كبير بيقدر يتعامل مع الكرات الصعبة لولا محمد الشناوي في اخر عشر دقايق مع ضغط منتخب الجزائر ومنتخب مصر متقدم كنا ممكن نخسر المباراة دي لكن كان ليه كذا تصدي رائع في نهاية المباراة في الشوط التاني ايضا واحد من مكاسب المباراة بالامس محمد عبد المنعم محمد عبد المنعم ايضا بمر بافضل فتراته الفنية تحس انه لعيب كبير اكتسب خبرات سواء مع النادي الاهلي او منتخب مصر محمد عبد المنعم واحد دلوقتي من العناصر الاساسية في الكرة المصرية في النواحي الدفاعية وفي خط الدفاع النادي الاهلي وبنشوفه ما شاء الله اداءه الرائع مع النادي الاهلي وايضا مع منتخب مصر حمد فتح البرح كان ليه دور مهمة ايضا برضو سواء في النواحي الدفاعية وانت ناس واحد وازاي كان بيقدر يرجع ويغطي وكمية الجري الكبيرة جدا اللي جريع حمد فتحي وهو موجود في المباراة سواء في النواحي الدفاعية وايضا في التكملة الهجومية تحس ان المتخب مصر المنعم ما كانش بيلعب ناس واحد ليه؟ علشان كميات الجري الكبيرة اللي احنا شفناها من حمد فتحي في وسط الملعب محمد صلاح ايضا واحد من نجوم المباراة بالامس محمد صلاح تحس ان هو ده محمد صلاح بتعليف بربول محمد منتخب مصر بيشتغل في مساحة الميت متر بيشتغل في مساحة الميت متر بيقدر دور الدفاعي بشكل كبير وايضا النواحي الهجومية بشكل مميز جدا فعلشان كده يعني انا بختصر منتخب مصر في الاربع لعبين محمد الشناوي محمد عبد المنهم حمد فتحي محمد صلاح في الاربع خطوط سواء حرس المرمى في الدفاع في خط الوسط في الهجوم الاربع مبارح كانوا قدوا دور كبير جدا ايضا كل اللاعبين ما نقدرش نبخص حق اللاعبين ما نقدرش نبخص حق الجهاز الفني وريف فيتوريا اللي قد مبارح مباراة كبيرة جدا علشان كده الجماهير المصرية بتعقد امال كبيرة على منتخب مصر في كاس الامم الافريقية اللي جاية اللي مش هتكون سهلة بالمرة دي مباراة مهمة علشان كده دايما مباراة منتخب مصر الودية اتمنى اشوفها في الاجندة الدولية هي دي المباراة اللي الجماهير تحب تتفرج عليها والجماهير تحب يكون فيه التفاف وكنا الفترة اللي فاتت بنقول ليه الجماهير ما بتروح شورا منتخب مصر المباراة كانت مباراة ضعيفة مباراة ما تشدش الجماهير لكن انبارح شفنا ملعب المباراة وشفنا المتابعة الكبيرة من الجماهير المصرية لمباراة مصر والجزار اللي بنتمنى كل التوفيق ان شاء الله لمنتخب مصر خلال الفترة القادمة القادمة ترجمة نانسي قنقر